أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على التنسيق والتشاور على نحو مستمر مع الأشقاء في الدول العربية لبحث مختلف القضايا المشتركة وتعزيز التعاون العربي جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي حيث أكد المؤسرة العقاد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغاير المناخ والمقرر في شهر نوفمبر من هذا العام 2022 بشرم الشيخ وخلال الاجتماع أيضا كلف رئيس المزراء كل من مزراء التموين والتدارة الداخلية والمالية والزراعة والاستسلح الأراضي بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر